فليهذا سووا أحزاب ونسجلوا ونشاركوا حاول ركب منا وركضوا منا ندخلوا مجالس نواب طبعا منينهم منينهم هاي المليارات من ملايين عفوا يسجلون أحزاب منينهم غير اشتراهم من الإطار رياسة السحر منينهم ما احتراهم من القلة القليلة ما احتراهم من وباعهم ما احتراهم من القلة القليلة لكن بالتالي اليوم عندك انت جمهور كان جزء من تضارات وشارك بهذه الانتخابات واحد ما عنده ياكل اجانا البغداد فقر خلي انقلتش ياه وقاعد بساحة التحرير فقر ياكل من عندنا هسا عنده مقرات من منصور وحماية من فصيل مسلح وراه هو الحشي غير ينحشي يعني انا هسا ما الوم بالمناسبة ما الوم المستقلة من يريد يروح يدخل بالمجالس المحافظات حقا يريد يحصل لها كم منصيبي يحصل لها كم راتب تقاعدة هذا اذا كان نزيه بالمناسبة خدنا نزيه هذا المستقل يريد لي وظيفة زينة يريد لي زين يا وطن يا وطن اقسم بالله اقسم بالله 99.9% من الذين دخلوا بمجالس المحافظات لا اهمهم وطن ولا اهمهم مواطن ولا اهمهم خدمات للناس كل ما هنالك وجاه ومال وصفقات والى اخره وهذا الواحد يعني بينه وبين الله يمكن واحد جاي يقولك والله انا اختمها لي انت مجلس نواب حتى تقول والله اريد اعد ستراتيجيات واختم وطني حدمت اكثر من 600 شهيد بالتالي اليوم موقف التشرينين ايضا تغير انتم بقيت وحدكم والتيار موقفة واضح هناك انتخابات ستمر حتى التيار كأنه بكلام افهمها الاطار انواع التضوء الأفضل لاجراء الانتخابات وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله انتخابات ستتم واختيار اعظام مجلس المحافظة ستتم نعم كلامش منطقي مية بالمية كلامش منطقي كلامش منطقي وكلامش والله هو عين الواقع وليس الحق الواقع 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 يقولك انه هاي الاغلبية راحت انا اليوميه شو فيديوهات بخمسين الف يبيع صوتي بخمسين الف التريدي قليلة لهذا اللي يشترا اسوات اللي يشترا اسوات الناس هذا نزيه علم المكون الشيعي سيد منتظر هنا نتحدث عن النقطة الأهم اللي هي اختلال التوازن بالتمثيل بمجالس المحافظات صحيح بالمناطق كذبة مالتهم بالمناطق اللي بيها شيعة وسنة زين اش رح يصير لمن يصعد على سبيل المثال لمن يصعد على المحافظة او على المنطقة مالتها سني زين عيني اش رح يقول لا هذا شارع شيعة ما بلت الشارع المنافع يطمع عنده سني اصبغ هذا الحايط الباب السني وعف الباب الشعي كافي كذب على العالم